إلينا الخبير القانوني الدكتور إبراهيم السلطاني مرحبا بك دكتور إبراهيم في النشرة الرئيسة دعني أبتدأ وإياك من هذا الملف وإغلاق العراق لملف التعويضات ماذا يعني قانونيا إغلاق العراق لهذا الملف ومغادرته للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة تفضل شكرا جزيلا تحية طيبة لكم وإلى قناة دجلة وإلى جمهورها الكريم بدءا حقيقة هذا القرار هو بالتأكيد سينقل العراق من دولة كانت دولة تعد من الدول المارقة بحسب ما صدر في قرار مجلس الأمن والدول التي كانت تشكل خطرا على الأمن والسلم الدولي مما صدر القرار 661 الذي وضع العراق في هذا الفصل وبالتالي فإن العراق اليوم انتقل إلى الدول التي لا تشكل خطر على العالم والدول المنفتحة والدول التي سيكون لها علاقات إيجابية مع كافة دول العالم وبالتالي بالحقيقة أننا إذا ما رجعنا إلى حقيقة الأمور ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق وحتى يومنا هذا فإن الأمريكان في بداية احتلالهم لم يعملوا على إخراج العراق من الفصل السابع وبقي العراق يرزح تحت هذا الفصل من خلال تأسيس صندوق أعتقد أسسه الرئيس الأمريكي في وقته جورج بوش وهذا الصندوق تأتي فيه عادات أموال العراق من أجل سداد التعويضات التي كانت مستحقة على العراق وخاصة التعويضات المتمثلة لدولة الكويت وأعتقد أن العراق اليوم عندما خرج من هذه الصناديق فإنما نعم نعم تفضل تفضل أكمل دكتور أكمل الفكرة أعتقد أن العراق عندما خرج من هذه الصناديق الآن بدأ يمتلك إرادته المالية والحقيقة أنه صدر قرار بالألفين وثلاث عشر عندما أعلن في حينه وزير الخارجية سيده الشار زيباري أن العراق قد خرج من الفصل السابع هذا يعني إحنا علمنا أن هناك إجراءات أيضا اتخذت من قبل باعتبار الولايات المتحدة احتلت العراق وأيضا أخذت وصايا على أمواله لكن بالألفين ودعش وعندما انسحبت القوات الأمريكية بموجب الاتفاقية الأمنية أيضا تم رفع الكثير من ما تعلق بالقرار 661 وهو رفع الحصار عن العراق إلا أنه بقيت بعض الأمور لكن بالمجمل أن عملية خروج العراق من الفصل السابع يعني أصبح العراق دولة ذات سيادة وهذا هو المهم في الموضوع طيب لكن هذا العراق لا زال دكتور إبراهيم حياك الله مرة أخرى لكن هذا العراق لا زال مجبرا على إرسال عائدات النفط إلى البنك الفيدرالي الأميركي في الحقيقة المفروض من تاريخ صدور القرار الآن على اعتبار خرج العراق من الفصل السابع فإن العراق يكون غير ملزما بأن يضع مواله في صندوق الفيدرالي الأمريكي لكن هذا أيضا موضوع بحث يعني هل العراق بالفعل قد خرج من البند استابع أم في طريقه للخروج إضافة يعني هذا البند ما مقررات وما قرارات هذا البند أستاذ هو سلك طريق الخروج قلت لك من عام 2011 عندما صدر القرار 1207 في 2013 عندما تم إخراج العراق من الحصار الاقتصادي وبقى محذور علي الأسلحة وغيرها من الأمور التكنولوجية الأخرى ولكن بهذا القرار أصبح العراق الآن تماما خارج الفصل السابع الذي وضع فيه العراق وفق القرار المجلس الأمن 661 وبالتالي فإنه غير ملزم بأن يضع هذه المبالغ بل يطالب بالمبالغ المجمدة أو المبالغ الفائضة في صندوق النفط مقابل الغذاء إذبان النظام السابق وأموال أخرى أصول للعراق يفترض وفق هذه الحالة على العراق أن يطالب بها لأنه أصبح يفترض غير مطلوب إلى أي جهة وإذا ما ظهرت جهة أخرى تطالب بتسديد الدون أعتقد أن العراق قد هنا دكتور إبراهيم كيف يضمن العراق أن لا يقوم أي شخص أو أي شركة كيف يضمن العراق أن لا تقوم شركة معينة أو شخص بعينه برفع شكوى قضائية مقابل تعويضات تطالب العراق بها خاصة أن لجنة التعويضات لم تنهي أعمالها إلى هذه اللحظة نعم هذا يعني إحنا ما نلحظه كقانونيون أن الحقيقة لم نلمس أن هناك ضمانات في هذا المجال وعلى الحكومة العراقية وعلى وزارة الخارجية أنا الحقيقة من خلال الطلاع على تصريح السيد الوزير وعلى قرار انتقال العراق للفصل السادس يعني يفترض أن هناك ضمانات من الأمم المتحدة بأنها لن تقبل طلبات المطالبة بالتعويض من العراق على احتبار أنه أوفى بجميع التزامات المترتبة عليه في زمن النظام السابق وبالحقيقة هذه أيضا تحتاج إلى جهد دبلوماسي وتحتاج إلى جهد من وزارة الخارجية ونعتقد أنه لدينا في الخارجية من الدبلوماسيين ومن الكادر الذي يستطيع أن يغفل ذلك وإلا إذا غفل ذلك فبالتأكيد ستظهر علينا مطالبات أخرى بالتعويض طيب يعني عذرا سؤال أخير يعني بهذه هل هناك المقاطعة الاقتصادية كانت العراق من قبل بعض الدول هل ستنتهي هذه المقاطعة الاقتصادية ما الذي يجب أن ينتهي جه العراق قانونيا واقتصاديا وحتى سياسيا في المرحلة المقبلة وباختصار لو سمحت بالتأكيد بالتأكيد أن العراق انتقل إلى الفصل السادس وأصبح دولة لها الحق في أن تفتح علاقاتها مع جميع الدول ولا يوجد أي محذور على استيراداتها وعلى صادراتها وعلى علاقاتها وبالتالي فأن ذلك يتوقف على الماكنة الدبلوماسية العراقية في كيفية فتح آفاقها على دول العالم وطبيعة العلاقات يعني العراق اليوم يجب عليها أن لا يرجع إلى العزلة التي أصيب بها لثلاثين سنة الماضية بسبب العلاقات السيئة مع دول العالم عليه أن ينفتح على جميع الدول وبالتالي من خلال بناء علاقات متوازنة وعلاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة وأن العراق الآن أصبح خاليا من المكبلات التي وضعها قرار مجلس الأمن ستمية وواحد وستين وستمية وسبعة وثمانين سيء الصيت الذي رغم أن العراق قد خرج من الفصل السابع لكن هناك من الخسارات كثيرة نفذت بإذعان من قبل العراق وفق هذا القرار للأسف الشديد نعم كنت معنا ضيفا في الرئيسة الخبير القانوني ومنها ترسيم الحدود العراقية الكويتية نعم كنت معنا ضيفا في الرئيسة الخبير القانوني الدكتور إبراهيم السلطاني فشكرا جزيلا لك